السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا الصفحة 12 من كتاب الجديد في الرياضيات لسنة السادسة ابتدائي نائما في درس الملايين والملايين أستثمر وأقوم تعلماتي تمرين رقم 1 أقرأ الجملة الآتية حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 بلغ عدد سكان المغرب 29 مليوناً وثمانة مائة وواحداً وتسعين ألفاً وسبعة مائة وثمانية لن أكتب هذه الجملة بكتابة الأعداد بالأرقام لنكتب هذا العدد بالأرقام إذن نعد القراءة قلنا 29 مليوناً 29 مليوناً إذن نكتب 29 مليوناً ثم 801 إذن 801 91 ألفاً 91 ألفاً إذن آلاف ثم 708 ثم 2 أنقلوا الجدول التالي وأكتبوا عدد سكان المغرب إذن هذا هو الجدول نقله ثم نكتب هذا العدد بهذا الجدول إذن قلنا عدنا 29 مليوناً إذن فقد نمشل عند خانة الملايين ونكتب 29 إذن 9 في وحدات الملايين ثم 2 بخانة عشرات الملايين ثم 891 ألفاً إذن هذه خانة الآلاف إذن 891 ألفاً وقلنا 708 إذن 708 ثم نمر إلى التمرير رقم 3 أستعين بجدول بجدول لكتابة الأداد بالأرقام وأكمل الجدول بكتابة الأداد المناسبة إذن أول حاجة والسؤال الأول سنأخذ جدول العدد كهذا الجدول ونضع بداخله هذه الأعداد بالأرقام إذن نأخذ كهذا الجدول إذن فقد نعم فصل الوحدات أو الوحدات البسيطة لدينا الوحدات العشرة المئات فصل الآلاف فصل الملايين وفصل الملايين إذن نخطو أول عدد 300 مليون ومئة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسة عشرة إذن قلنا 300 مليون إذن سنجل عند خانة الملايين ونضع 300 مليون إذن 300 مليون ثم ومئة وخمسة وسبعون ألفاً إذن في خانة الفصل الآلاف إذن قلنا مئة وخمسة وسبعون ألفاً ثم بالآخر إذن خمسة عشر إذن خمسة عشر إذن نكتب خمسة عشر هكذا إذن نقلنا في خانة مئات الوحدات الصفر ثم العدد الثاني مليار ومليون وألف قلنا مليار ومليون وألف إذن 1 مليار نضعه بفصل الملايين وحدات الملايين إذن نضع 1 مليار و قلنا ومليون 1 مليون إذن إذن إنه 1 مليون قد نجل عنده وحدات الملايين ونضع واحد. اذا فالخانة. خانات العشرات سفر وخانات ملايين. عفوا مئات الملايين سفر. ثم. والف. اذا غد نجو لعند خانة او فصل خانة فصل الالاف. مع ان ابناء واحد الف. اذا نضع في خانات وحدات الالاف. ثم بالنسبة لعشرات الالاف سفر ومئات الالاف سفر. ثم بالنسبة لفصل الوحدات. مئات الوحدات سفر. عشرات الوحدات سفر. وكذلك وحدات الوحدات السفر. هكذا وضعنا هذا الرقم. ثم. او العادة ثم ستة او ستمائة وتلاتة وثمانونة الفا وواحد. اذا قرأنا ستمائة وثلاثة ستمائة وثلاثة وثمانونة الفا. الفا. اذا غد نجو لعند خانات الالاف ونضع ستمائة وثلاثة وتمانونة الفا. ثم. وواحد. اذا غد نجو لعند خانة وحدة الوحدات. افوا. فصل الوحدات البسيطة او الوحدات. ونضع بخانة وحدات الوحدات واحد. ثم بالعشرات سفر ومئات سفر. ثم. عشرة الالاف وستة. اذا غد نجو لعند خانة فصل الالاف. اذا نقلنا عشرة الالاف. اذا نضعه عشرة. ثم. اه ستة. اي اه ستة وحدات. اذا فغد نوضعه في خانة الوحدات. ثم غد نوضعه صفر بخانة مئة الوحدات. وصفر بعشرات الوحدات. هذا بالنسبة للسؤال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مليون واربعمائة واثنان وخمسون الف وستمائة وسبعة وثمانون إذن العدد الذي يسبقه هو مليون واربعمائة واثنان وخمسون وستمائة وستة وتمانون إذا لحظنا هو العدد الأصغر منه برقم واحد أي بواحدة واحدة ثم العدد الذي يسبقه وينتهي بستة أصفار إذن فهو واحد مليون إذن واحد مليون وما كان هذا الأرقام وضعنا أصفار ثم العدد الذي يليه وهو مليون واربعمائة واثنين وخمسون الف وستمائة وثمانية وتمانون إذن هنا عدنا سبعة وتمانون ثم تمانية وتمانون هنا العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفر بالنسبة للعدد الأول نعم نحن في العدد الأول وهو ملياران كما كان لاحظوا ملياران إذن فكاننا عدنا مليار واربعمائة واثنين وخمسون الف وستمائة وثمانون الذي يليه مباشرة بستة أصفر وهو ملياران ثم هنا عدنا العدد وهو 84 مليون عفوا هنا مليونان 2 مليون عفوا 2 مليون ليسا ملياران 2 مليون هنا عدنا 84 مليون و 345 و 440 هذا هو العدد إذن العدد الذي يسبقه وهو 84344 والعدد الذي يسبقه وينتهي بستة أصفر وهو 84 مليون ثم غضي نجل عند العدد الذي يليه وهو 84 مليون و 346 هنا عدنا 345 ثم هنا 346 العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفر وهو 85 مليون ثم بالسطر الثالث عدنا العدد الذي يسبقه وهو 26 مليون و 456 916 إذن فالعدد غضي يكون هو 26456 أربعمائة و 56 ألف و 26 مليون و 456 917 هنا 16 17 إذن فالعدد الذي يسبقه ينتهي بستة أصفر وهو 26 مليون إذن فقد نزوله هذا الأعداد أو هذا الأرقام نوضعه مكانة أصفر كنا 26 مليون ثم العدد الذي يليه وهو 26 مليون و 456 918 كنا هنا 16 17 18 ثم العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفر وهو 26 مليون إذن هنا غضي تكون عدنا سبعة وعشرون مليون ثم غضي نمره التمرير لخم أربعة ورتبوا الأعداد ترتيبا تزايديا باستعمال الرمز المناسب هنا فهنا عدنا مجموعة من الأعداد اللي كانت تكون من الأرقام كثيرة إذن فالعدد هنا كبير الأعداد كبيرة إذن لمقارنة هذي الأعداد فبما أن عدنا هنا ترتيب تزايدي أي غضي ناخده الأعداد من الأصغر إلى الأكبر إذن فغضي نحدده أصغر عدد بتحديد أصغر عدد وهو الذي يتكون من أصغر عدد أو أقل عدد من الأرقام إذن فهنا باش يسهل علينا أن هنا غضي نرتبه غضي نحسبه كل عدد مش حالك يتكون من الرقم هنا كما كنلاحظوا هنا عدنا ستة أرقام هنا عدنا ستة تمانية هنا سبعة كذلك سبعة وهنا تسعة هنا المعنى عدد واحد هو الذي يتكون من ستة الأرقام فهو غي يكون هو أصغر هذا الأعداد ثم غضي نقارنه ما بين هذي العددين لعدهم سبعة أرقام هنا عدنا اثنان مليون وتسعمائة أو تمانية وسبعون أو مباشرة غضي نحر عفوا نقارنه الأرقام اللي كتكون لنا الملايين هنا عدنا اثنان هنا عدنا تلاتة إذن أصغر هذا الرقمين وهو المكون أو رقم الملايين عنده هو اثنان ثم إذن فغضي نرتبه غضي يكون الترتيب على هات الشكل إذن أصغر هذا الأرقام قلنا هو تسعمائة أو تسعة وتسعون ألف وتسعمائة أو تسعة وتسعون أصغر من اثنان مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف واربعمائة وستة وخمسون ثم أصغر من ثلات ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وواحد واتسعون ثم هنا عدنا العدد مكون من ثماني أرقام وهذا العدد مكون من تسعة أرقام إذن فنكتب أصغر من عشرة ملايين ومئة وواحد ألف وثلات مئة وثلات أصغر من مئة ألف إذن هذا هو الترتيب ثم نمر التمرير رقم خمسة أرتب الأعداد ترتيبا تناقصيا باستعمال الرمز المناسب إذن بالنسبة للتمرير رقم أربعة فالرمز المناسب هو رمز أصغر كما يلاحظوا هو رمز أصغر لأننا نحتاجنا الرتب من الأصغر إلى الأكبر أي تزايديا هنا عدنا تناقصيا إذن الرمز المستعمال أو الرمز المناسب هو رمز أكبر نفس الشيء سنحدده العدد المكون من أكبر عدد من الأرقام إذن فالعدد هو كما يلاحظوا هنا عدنا تسعة أرقام إذن هنا ستة هنا تمانية سبعة كذلك سبعة إذن فأكبر هذا الأعدد وهذا العدد الأول وهو مئتان وتمانية ملايين وسبعة وخمسون ألف وتمانمائة واثنان ثم إذن قد نوضعه أولا ونضع رمز أكبر ثم قد يجي من بعده حدا عشر مليون وتمانمائة وخمسة ألف وخمسة وتمانون ثم أكبر من إذن فهنا عدنا هذه العددين كنت تكونوا من نسل عدد من الأرقام إذن فأكبر هذا الأعدد وهو خمسة ملايين لأننا خمسة أكبر من أربعة دائما نقارنه لأننا عدنا الأرقام أو العدد نكون من نسل عدد من الأرقام سنقارنه أول رقم وهو رقم الملايين إذن لنا خمسة ملايين لنا أربعة ملايين إذن هذا هو الأكبر إذن نضعه أكبر من خمسة ملايين وتمانمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة واربعة وثلاثون أكبر من أربعة ملايين وتمانمائة أو ستة وسبعون ألف ثم آخر رقم وهو أصغر هذا الأرقام وهو تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان إذن فهذا هو الترتيب التناقصي لهذا الأعداد ثم مر التمرين رقم ستة باستعمال الأرقام ثمانية خمسة أربعة إثنان فقط أكتب خمسة أعداد من أربعة أرقام وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر إذن فقد نقول لكم مثال هناك أمثلة كثيرة إذن فقدنا اثنان أربعة خمسة تمانية إذن فقدنا اثنان أربعة خمسة تمانية أول رقم وهو ألفين واربعمائة وثمانية وخمسة أصغر من أربعة آلاف إذن أخذنا أخصار في هذا الميتر أخذت أصغر رقم بالنسبة للعدد الأول هو اللي بديت به ثم العدد الثاني أخذت الذي يليه وهو أربعة إذن أربعة ألف ومائتين وثمانية وخمسون أصغر من العدد الذي يليه وهو خمسة إذن خمسة ألف ومائتين وثمانية واربعون ثم أصغر من ثماني آلاف ومائتين وخمسة واربعون إذن فهذا فقط مثال يمكن لكم تاخدوا عدة أمثلة يمكن لكم تاخدوا مئتان عفوا أربعة ألفان وأربعمائة وتمانية وخمسون أصغر من ألفان وخمسمائة وأربعة وتمانية وأربعون وكذلك ألفان وتمانمائة و كنا تمانمائة وخمسة وأربعون هناك أعداد كثيرة اختاروا منها فقط خمسة أقفهم هنا أخذنا واحد اثنين ثلاثة أربعة لن لازمنا أعداد آخر ليكون ثماني آلاف وخمسمائة أربعة وعشرون لنفاقلت هناك أمثلة عديدة ثم نمر التمرين رقم سبعة أكمل ملء الجدول نعدنا العدد رقم الآلاف وعدد الآلاف رقم الملايين عدد الملايين ورقم الملايين وعدد الملايين ننفع أول عدد وهو هذا العدد دائما دائما لنقرأة أي عدد المكون من عدة أرقام أي عدد كبير جدا فنقسم هذا العدد من اليمين بدأ من اليمين ثلاث أرقام ثلاث أرقام مثلا هذه الأرقام وهي للوحدات البسيطة هذه الأرقام الأخرى وهي للآلاف هذه الأرقام وهي للملايين ثم هذه الأرقام التي قاتلت من بعد هي للملايين إذن لقراءة هذا العدد وهي 13 مليار و 7 ملايين إذن هنا لدينا رقم الآلاف إذن رقم الآلاف وهو هذا الرقم إذن رقم الآلاف وهو الصفر ثم بالنسبة لعدد الآلاف إذن فقد نجيل عند رقم الآلاف فنوضع الأصبع ديالي هنا إذن فقد نقرأ من هذا الاتجاه إذن فرقم الآلاف فقد نقرأ من هنا فالاتجاه إذن هذا هو الرقم اللي قمتلنا رقم الآلاف إذن العدد وهو 13 مليون و 7 ألاف إذن نكتب 13 مليون و 7 ألاف ثم رقم الملايين نفس الشيء إذن فهذا هو رقم الملايين إذن قلنا هذا الأصفر كتمتل لنا الوحدة البسيطة هذا الأصفر كتمتل لنا الآلاف وهذا 3 أرقم كتمتل لنا الملايين إذن الملايين إذن فرقم الملايين وهو هذا العدد وهو 7 هذا الرقم عفواً وهو 7 ثم عدد الملايين ثم عدد الملايين إذن فرقم الملايين وهو هذا الرقم اللي هو 3 إذن نكتب 3 لكم نتل لنا وحدات الملايين ثم عدد الملايين وهو هذا العدد هذا بدءاً من 3 من اليمين نحو اليسار إذن 13 وهو رقم الملايين ثم نستريغاً قد نحدده هذا الأرقم وهذا العدد بالنسبة لهذا العدد إذن هنا عدنا مليار و 650 ألف بالنسبة لرقم الآلاف إذن فهو هذا الرقم هذا إذن وهو الصفر عدد الآلاف وهو هذا العدد هذا هذا العدد ككل وهو مليون و 650 ثم رقم الملايين إذن هذا هو رقم الملايين صفر عدد الملايين وهو ألف ثم رقم الملايين 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 عفوا ما هو واحد وعدد الملايين واحد نفس الشيء بالنسبة لهذا العدد الأخير إذن رقم الآلاف وهو الصفر عدد الآلاف وهذا العدد هو واحد مليون و 60 ألف و 70 بالنسبة لرقم الملايين هذا هو رقم الملايين وهو الصفر عدد الملايين ألف و 60 و رقم الملايين و 1 و عدد الملايين كذلك و 1 ثم نمرت من رقم 8 أحدد العدد المناسبة داخل الخانة لتتحقق المتساوية إذن فهنا عدنا مجموعات أو جمع مجموع من الأعداد هو كساوي هذا العدد هو 765 ألف و 432 إذن فابقت لنا هذه الخانة فارغة مطلوب منه هو تحديد العدد اللي سنوضعه في هذه الخانة بحيث هذا المجموع يساوي هذا العدد إذن نجول عند هذا العدد إذن فـ 2 كيمتل لنا الوحدات إذن هنا 只有 2 من الوحدات هنا 3 كيمتل لنا العشرة إذن هنا 13 وهي 30 ثم هنا هذا الرقم كيمتل لنا المئات وهو اربع أو عدد هذا الرقم المئات وهذا العدد هو عدد المئات إذن فو اربعمائة اذا ادنا اربعمائة هنا ادنا خمسة كما تتلينا رقم الالف اذا خمسة الاف هنا ادنا خمسة الاف بالنسبة لهذا العدد وهو سبعمائة الف اذا مقالينا هذا الرقم فهو كما تتلينا عشرات الالاف اذا فهو ستونة اذا اذا تكون ادنا ستونة الف اذا فالعدد المناسب وهو هذا العدد وهو ستونة الف ثم تمر رقم تسعة احدد ما يوافق العدد المكتوب بالحروف اذا ادنا ثلاث ملايين وخمسة عشر الف وخمسمائة واربعة اذا احنا ادنا الاعداد كلها كنت تكون من او رقم الملايين وهو ثلاثة اذا انا سنجل عند عدد الالاف ورقم الالاف هنا ادنا وخمسة عشر اذا انا ادنا ادنا خمسة عشر احنا عدنا مية وخمسة مية وخمسة الف اذا ان بقالينا انا سنتبعدواениه هاز الرقمة او هاد العددين اي بقالينا هاد العددين اذا بما انا ادنا هنا خمسة عشر الف كذلك خمسة عشر الف اذا ان هنا اعدنا الملايين قلنا ثلاث ملايين ها الآلاف ادنا خمسة عشر الف بقالينا ااا اا ا objectives الوحدات. إذن فعدنا 504. إذن هنا عدنا 504. وهنا عدنا 54. إذن فالعدد الذي يوافق ما مكتوب الحروف وهو هذا العدد. إذن فالعدد صحيح وهذا. ندوى الجواب الصحيح.